موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية البداية بالعناوين خادم الحرمين الشريفين واسمول العهد يهنيان ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن وزارة الداخلية تطلق مبادرة طريق مكة في خمس دول وسط جاهزية متكاملة بدء توافض حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة موسيقى أهلا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقيتين تهنئة لجلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها موسيقى أطلقت وزارة الداخلية مبادرة طريق مكة ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية عشرين ثلاثين وذلك في خمس دول شملت باكستان وماليزيا واندونوسيا والمغرب ومنغلاديش وأوضحت الوزارة أن المبادرات تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر بدءا من إصدار التأشير الإلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443 للهجرة قادمة من جمهورية إندونوسيا وعلى متنها 358 حاجة وحاجة وفور وصول الحجاج الإندونسيين إلى مدخل المطار استقبلوا بباقات الورود وأطباق متنوعة من التمور إضافة إلى عبوات ماء زمزم بعد توقف دام عامين بسبب فايروس كورونا غادرت أولى طلاع حجاج بيت الله الحرام ضمن مبادرة طريق مكة من ماليزيا إلى المملكة لأداء مناسك الحج المزيد في التقرير التالي حضر لفيف من لدن سفارة خادم الحرمين الشريفين وحكومة ماليزيا لتوديع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وبعد انحسار الوباء وأعلان المملكة استقبال مليون حاج من شتى بقاع المعمورة الحكومة الماليزية أطلقت تطبيق طابونك حج لتسهيل مشاركة المعلومات المهمة للحجاج من حيث مواعيد الحافلات والإرشادات الصحية كما أعلنت انتهاء الترتيبات اللازمة بين الجهات المعنية بين البلدين كانت دائما نصائح أو توجيهات المسؤولين الماليزيين للحجاج الماليزيين هو اتباع الأنظمة وعدم الخروج على الأنظمة التي تضحها المملكة العربية السعودية لتنظيم الحج لسيقاتهم الكاملة في ذلك الأنظمة وهذا من الأسباب التي فعلا تؤدي إلى الحاج الماليزي يلتزم بالنظام ويلتزم بتعليمات سواء بحثة الحاج الماليزي أو سواء التعليمات التي تضحها السلطات السعودية والتي تهدف إلى أن يكون الحج من خلال أنظمة تضمن الأمن والراحة للحجاج هذا وتستمر مبادرة مكة من مطار العاصمة الماليزية التي حظيت بتنفيذها قبل سنوات لأول مرة عالميا التي تسعى إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية دخول الحجاج عبر إصطار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمالك والتحقق من توفر الإشتراطات الصحية في المنفذ الجوي مباشرة دون الحاجة إلى إجرائها حال وصولهم إلى أراضي المملكة محمد غاروي كوالي لنبور في إطار الجهود المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة على استخراج تصاريح عمل عبر منصة أجير وتستهدف هذه الخدمة المقدمة للمنشآت المعنية جميع الراغبين بالعمل داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت وذلك من أجل تقطية أي نقص في القوى العاملة خلال الموسم ويمكن للمنشآت والأفراد الاستفادة من خدمة أجير الحج ألكترونيا وذلك من خلال عرضها لفرص العمل الشاغرة ترأست المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اجتماع فريق العمل الخليجي وذلك للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الردوية الفين وثلاثة وعشرين وجرى خلال الاجتماع الذي يهدف إلى توحيد المواقف حيال بنود أعمال المؤتمر في الاتحاد الدولي للاتصالات مناقشة ثلاثين وثمانين مساهمة مقدمة من دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العديد من الموضوعات حول تنسيق استخدام النطاقات الترددية للخدمات الردوية الأرضية والفضائية والعمل على تمكين التقنيات المبتركة المبتكرة وإتاحة النطاقات الترددية لها من جهة ثانية استعرضت المملكة جهودها المحلية والعالمية لحماية البيئة والمحافظة عليها وذلك من خلال إطلاقها لعدد من البرامج والمبادرات تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومستهدفات التنمية المستدامة ومجابهة تحديات التغير المناخي جاء ذلك خلال مشاركة وفد الرسمي تترأسه وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط في مؤتمر ستوكولم خمسين زايد خلال الفترة من الثاني وحتى الثالث من يونيو الجاري تستضيف الهيئة الملكية لمحافظة العلا في قاعة مرايا مؤتمر الحجر الأول للحائزين على جائزة نوبل 2022 تحت عنوان فرص جديدة نحو مستقبل واحد هذا وكانت العلا قد استضافت مؤتمر الحجر للحائزين على جائزة نوبل 2020 بحضور أكثر من 20 فائزا بجائزة نوبل للسلام ومئة من قادة الفكر والمجتمع والسياسة والعلماء البارزين من جميع أنحاء العالم تعقد وزارتاء الاستثمار والسياحة في الرياضة أعمال المنتدى السعودي الأسباني وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وممثل كبرى الشركات السعودية والأسبانية وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة المشاريع الكبرى في المملكة إضافة إلى جلسات حوارية في عدد من المجالات حول السياحة المستدامة والبناء التحتية والضيافة والابتكار والتكنولوجيا كما سيتخلل أعمال المنتدى جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية دكتور محمد الجاسر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك شهدت توقيع اتفاقيات مع 13 دولة بقيمة مليار و256 مليون دولار وفي ختام الاجتماعات السنوية والتي عقدت على مدار أربعة أيام بشرب الشيخ شملت الاتفاقيات قطاعات التعليم والزراعة والأمن الغذائي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها كما ستعمل مجموعة البنك على وضع خطة على المدين القصير والطويل لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي بالدول الأعضاء هذا وجاء قرار استراتيجية البنك المحدثة للمدة من 2022 وحتى 2025 هو أبرز ما ميز اجتماع مجلس المحافظين حيث التربية الاستراتيجية إلى تعزيز الانتعاش والحد من الفقر وبناء القدرة على الصمود وحافظ النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة يحتفي العالم باليوم الدولي لمكافحة الصيد الغير قانوني للمحافظة على بيئة مستدامة والحد من الآثار السلبية وبدل الجهود الكبيرة لزيادة الوعي ولفت نظر العام من الآثار السلبية لأنشطة الصيد الغير قانوني نتابع تحيي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو غدا اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ التنظيم إذ تعد مصائد الأسماك مصدرا حيويا للغذاء والعمال والترفي والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم ويعد الصيد غير القانوني عرقلة للتقدم بتحقيق أهداف الاستدامة والمسؤولية على المدى البعيد ويضر بالصيادين الذين يتصرفون بمسؤولية وأمانة وفقا لشروط الصيد التي يملكونها ولا يزال من بين أكبر التهديدات للحياة الفطرية وافق مجلس الشورى على انضمام المملكة لاتفاق التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه فيما يعمل المركز الوطني للحياة الفطرية على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار على الحياة الفطرية في البر والبحر بعدة ترخيصة ومخالفات بلغت 275 مخالفة بالمناطق المحمية وذلك بهدف المحافظة على بيئة مستدامة والقضاء على الصيد المفرط ارتفعت القيمة التجارية لهوية الخطوط السعودية بمعدل تجاوز 13% ليصعد تصنيفها إلى الفئة A في التقرير السنوي لأفضل 50 علامة تجارية لقطاع شركات الطيران حسب تصنيف براند فينس ويعكس هذا الإنجاز الارتفاع الكبير الذي حققته السعودية في أداء العلامة التجارية إلى جانب النمو الإجمالي في شبكة خطوطها الجوية والزيادة في أعداد الضيوف علاوة على تقديم منتجات ذات جودة عالية على متن الطائرة إضافة إلى خدماتها في جميع مواقع الخدمة نشرة الانتهت وهذا تذكير بعناوينها خادم الحرمين الشريفين وسمون العاد وهنيان ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها ومن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن وزارة الداخلية تطلق مبادرة طريق مكة في خمس دول وسط جاهزية متكاملة بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة في الختام شكرا لطيب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر